إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما هذه الآية الكريمة تقول بما معناه أن لكل أمر أن يفعل ما يشاء وهناك مغفرة له جاهزة حسب مشيئة الله أما إشراك بالله فهذه العملية لا غفرانة فيها على الإطلاق كيف نفهم هذه الآية وكيف نقرأ مضامينها وما هي هذا الحكم الإلهي كنوا معي أصدقائي وحلقة جيدة من أوهام الدين معكم منصور الناصر السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته هذه الآية الكريمة أنا أعتبرها دليل على فكرتي التي تقول بأن الله هو رمز أو أمر يشير إلى الحكومة أو السلطة التي يحتكم بأمرها الناس هو مرموز أو علامة أو دليل أو أشبه بالعلم على الرمز الذي يجتمع حوله الناس ويعتبرونه الأساس الذي لا يمكن أن يكون هناك أساس غيره هذا الأمر يتضح من خلال هذه الآية الكريمة وهي أن هؤلاء الناس هم أشتاة متفرقة ولكل منهم وضعه وظروفه وأخطاءه وحتى غرائزه وأخطاء يعني كل تفاصيل الحياة الإنسانية الفردية لكن هؤلاء ممكن غفران ما يرتكبونه لأن الهدف هو أن تبقى الجماعة سوية في كل حال من الأحوال أما أن بعض منهم يرتكب جرائم كبيرة أو أخطاء كثيرة فهذا أمر خاضع للسلطة لتحديد حجم أقوبته أما أن يستصل الجريمة إلى حج إنكار هذه السلطة فهذا أمر لا يمكن غفران هو بالضبط مثل دولة الآن الدولة هي اسم عندما تخرج إلى الشارع لا تشاهد دولة عندما تخرج إلى الشارع لا ترى شيء اسمه الله ولا شيء اسمه الدين إنما هي أفكار ومفاهيم موجودة في ذهننا مثل ما أنت تخرج تبيع وتشتري أشياء وتدفع ورق نقدي تقول هذا مال هذه أموالي فهو المال لا وجود له يعني شيء غير موجود هو مجرد اتفاق أو عملة نقدية فيها تتضمن قدر من المال يتفق الطرفان على أن هذه العملة لها قيمة أما عندما تذهب بها إلى أي شعب آخر يعني مثلا قبائل في أفريقيا تعطيه مليون دولار أو مئة مليون دولار فالك بدأ أفعل بهذه الأوراق يعني شو أعمل فيها أو أي شخص لم يرى أوراق نقدية في حياته هي بالضرورة أنه أنا عندما أتفق معك أو أتوافق معك ثقافيا أو أتواصل معك لغويا وروحيا وإنسانيا وضمن محيط معين اجتماعي معين هناك صيغة تعارف بيننا وصيغة تبادل روحي وتبادل مادي التبادل روحي يتم من خلال أو الذهني أو المعرفي يتم من خلال مفاهيم مثل الله مثل يعني الدستور في البلدان الحديثة القانون هناك صيغ لأشياء نلتقي عليها ونتفق عليها القواعد لقامة العلاقة بيني وبينك على الصعيد المالي هناك قاعدة مالية أنه أنا أعطيك مبلغ مقابل أشياء التي تفعلها ولكل شيء هناك تحديد لقيمة أما القيمة الاجتماعية والقيمة القانونية والقيمة الإلهية والروحية والإنسانية عموما فتتحدد من خلال انتمائك الديني أو انتمائك الوطني بالأصور الحديثة فالله عندما يأتي ويقول عندما تأتي الآية وتقول أن الله يغفر الدنوبة جميعاً إلا الإشراك به نفهم هذه المسألة بشكل دقيق ولكن طبعاً أما إذا تأتي وتفهمها بالطريقة الدينية ستجد هناك خلل كبير جداً كيف؟ أنه عندما نقول لك أنا الإله وأنا الذي الذي هو بالطريقة السلفية هو إله يعني مجسد يعني وليس أعني عقيدة التجسيم والعقيدة المنافسة لها وعقيدة التشبيه وهناك عقائد كثيرة حول الإله بأتباره جسداً أو ما يشبه الجسد بناء على الآية الكريمة تقول ليس كمثله شيء وهي فيها تفسيرات كثيرة أنا تفسيري الخاص بها مختلف عن يعني ليس هذا المهم المهم أنه تحويل الله إلى صفة مقاربة لصفة الحاكم هي أيضاً جزء من الإشكالية الكبيرة التي يعاني منها الجميع فأنت عندما تحول الإله إلى صيغة الحاكم الآمر الناهي الذي لا يصدر أمراً إلا ويتم تنفيذه رغم عن في الجميع وبأتباره خالقاً لهم فالحاكم أيضاً يؤتبار خالقاً لهم فالفكرة الإلهية تختلط بالفكرة الحاكمية لله على كل حال الفكرة أنه الخلطة هذه بين الاثنين هي التي سببت الإشكالات في جعلنا لا نفهم الصورة الحقيقية لما يحدث وبالتالي يجعلنا لا نفهم الكثير من الآيات الكريمة ودوافحها فعندما نقول أن هذا الإله هو الذي يغفر للناس مهما فعلوا وهناك حديث نبو الشريف يقول بأن الإله أن الله يغفر ما دون ذلك وأن زنيت وأن سرقت وهذا حديث أبو زر المشهير فعندما يقال هذا الشيء معنى هذا أنه الإنسان أي شيء يفعله أنت الناس فيما بينهم يفعلونه يقتلون بعضهم يزنونه يسرقونه يفعلون الأفائل هذه بإمكان الله أن يغفره لهم بما يشاء يعني عندما يذهبون للآخرة سيغفر لهم هذه الأخطاء بمشيئته أو لا يخفر وحتى ذا وحن نشوف بدقة هذا الكلام هس بعد شوية لكن أنا أدشيرها بأن هذه المسألة معناها مسيء جدا إلى الله يعني الفكرة السلطة أيضا أن السلطة لا تبالي بما يحدث للناس يعني أنا مهمة المصالح مضمونة أنه أنا لا أحد يشرك بي أنا ضامن وضعي تماما وأن كل واحد يشرك بي لا أخفر له له مهما كان وأما إذا أسأل الآخرين وحافظ على ولا أهلي فهنا أنا يعني ربما أخفر له أبمعنى أنه ما يحدث للآخرين لا يهمني ولا هذه الفكرة يعني هذا التصور خاطئ جدا وغير منطقي وغير عقلاني لكن في ذلك الزمان كان عقلاني يعني لا يجب أن ننصف الناس وننصف المفسرين أو المشرعين في ذلك الزمان لأنه كان صورة الإلهة مقاربة لصورة رجل الدين الكبير أو رجل السلطة فبالتالي الصورتين المتشابهة يقول لك أنا لا تناقشني أنا أكبر لمن أشاء لكن في أخطائكم أنتم لكن أنا في الخطأ الذي بحقي فهو حق أعتبره خطأ لا يختفر وفعلا لا يختفر لأنه أنت دولة دولة الشخص يشرك بي يعني يكون ولاءة للدولة أو للسلطة أو لهذا الملك أو لهذا الحاكم وهو رمز السلطة ويكون ولاءة لحاكم آخر أو دولة أخرى هاي خيانة حتى بالمفهوم المعاصر هي خيانة والخيانة يعني كما هو معروف جزائها القتل أو ما شاء الله كما ترون هنا حديث لأحد الأخوة المستمعين في موقع الإمامة بن باس يقول له أن ماذا يقول له أن الله لا يخبر وأن يشرك به يسأل عن تفسير هذه الآية فقال له هذه الآية على ظاهرها وممكن نسمع صوته أيضا لتحميل المادة إن كان قد بلغته الدعوة أما من مكى لمنذل الشكن المعاصر وتحت مسيئة الله عند أهل السنة والجماعة لهذه الآية العظيمة إذا ماته على الظناء أو على سنب الخمر أو العقوب أو نحو هذا من المعاصي وتحت مسيئة الله إنه تطهير يهرجه الله من النار هذا هو وإن شاء جل وعلا عاقبه على قد في ناصيته تعالى ويعاقبه كما يشهر سبحانه وتعالى مهم الصوت غير واضح لك هو أن يقول أن من مات على الشرك فله النار مخلداً فيها لا يغفر له أبداً إذا كان قد بلغته الدعوة أما أن من مات على ما دون الشرك من المعاصي فهو تحت مشيئة الله عند أهل السنة والجماعة لهذه الآية العظيمة أما إذا مات على الزنا أو على شرب الخمر أو العقوق أو نحو هذا من المعاصي فهو تحت مشيئة الله هناك أيضاً قول لابن تيمين حول هذا الموضوع وهذا نجده بتفسير ابناء تيمين يقول ثم قال أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشهر أن الله لا يغفر تحدث بصية الغائب تعظيماً له لاحظ هنا وأنا كما نرى وظاهر قوله تعالى لا يغفر أن يشرك به أنه شامل للشرك الأصغر والشرك الأكبر وبذلك صرح الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاختيارات أن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغره ولكن يجب أن نعلم أنه ليس معنا قولنا أن الشرك الأصغر لا يغفر أن صاحبه ويخلص في النار بل يعذب على قدر عمله ثم يدخل الجنة أبا الشرقي الأكبر فلا لا بجالة لذلك مناسبة هذا القول فيديو نشرته وحصلت فيه على تعليق من أحد الزوار القناة أو المشتركين لا أعرف قلت فيه بأن التسامح يفترض أن يكون ليس بين الأديان إنما بين الله والإنسان الكلام المؤتمرات تعقد عن التسامح بين الأديان وما إلى ذلك طبعا ما أعتراض على كلمة التسامح لأن كلمة التسامح فيها فيها غرور ومتعالي على الآخرين وفيها النوع من العنصرية بأنني أتسامح معك أنا أعرف أنك أتعلى خطأ ولكنني أنا يعني يعني ترفعا أو تنزها مني وسامحك وكأنني كأن الآخر اتكب ذنبا وأنك الحاكم الآمر الناهي وتسامح الآخرين هي فكرة طرحت في فترة مبكرة من أيام جون لوك وانتشرت لكنها مضمونها مضمون سيء بالحقيقة مع هذا انتشرت الفكرة لأنها يعني تكشف نوع مني حقيقة بأن الأمور بين البشر والجماعات ليس أمور نزيهة لا حد ما دائما نحن لدينا هذا الجانب العنيف والجانب التغلب والصراع موجود بيناتنا ودائما نعتبر أنفسنا أفضل من الآخرين أما أنفسنا كأفراد أو كجماعات فدائما وهذا سب تجد المسابقات الرياضية والتنافس بين الأمم والشعوب والفرق والمناطق وحتى على مستوى البيت الواحد فهذا التنافس هو جزء من يعني إلى يعني فيه جوانب إيجابية لكن هو جوانب السلبية كثيرة جدا على كل حال فأنا أقول بأنه من يدعي التسامح ومؤتمرات التسامح كلها أكاذيب ولم تسفر عن شيء كل واحد بقى على موضعه وفي دفاعاته وفي متمترس بما لديه ولم يحدث في يوم الأيام أنتفق دينان على شيء واحد لأنه أصلا هو لماذا موجود حتى يختلف عن الآخر يعني وهذه مسألة بساطة أنا عندما أتسامح معك أو أتفق معك فبماذا أختلف هي الفكرة أنني أختلف معك هذه الفكرة فعندما أتفق معك فكيف لنا أن نحصد ما نحصد أو كيف لنا نتميز نتحول أو نضيع مثل ما تضيع كثير يضيع البشر على أشكالهم لكن متى يتميز الإنسان عن الآخر عندما يعني يقوم بفعل ما متميز أو مختلف ما هو هذا الاختلاف عندما يقول لدي ديني لدي عقيدة لدي مثلا موهبة معينة هنا يتميز الإنسان عن الآخرين ويصبح يعني محط الأنظار على كل حال أنا أسمح يا هاي دقيقة 40 ثانية نسمح التسامح مو بالضرورة مع الأديان الأخرى نحن نريد تسامح بين العابد وربه هذا التسامح ما موجود الصورة اللي وصلنا إياها رجال الدين عن هذا الدين أو عن أي دين دائما صورة متزمتة خشنة جافة متطلبة غير راضية لا تؤمن بالإنسان تقرعه تتهمه تخيفه ترعبه تجعله لا ينام الليل خاصة لأطفال من مشاهد القتل والذبح والتعذيب في الآخرة هذه كلها هاي الصورة ما يحتاج اللي يحتاج كما نعرف أنه كثير من الناس يدؤون إلى التسامح بين الأديان والأتباع الأديان مختلفة وبالحقيقة نحتاج ما هو أكثر من هذا بكثير نحتاج أن يكون هناك تسامح بين الله وبين الإنسان صحيح يكون هناك استغفار كما يقال لكن هذا الاستغفار تم بطريقة ليس بطريقة صحيحة أن الله يغفر كل الزنوب على الإشراك به معناته أنه إفعل ما تشاء مناسبة هذا القول هو قول تعليق لأحد المشتركين كما قلت قال فيها بأنك أنت متناقض وتقول في البداية أن لا يوجد تسامح بين الله والإنسان لأن الله يهدد الإنسان بالإقاب وفي النهاية تقول بأن مسامحة الله للإنسان ليست صحيحة لأن الإنسان سيكسب حرية في ارتكاب الجراهم فماذا تريد فعلا؟ أنا قلت لو هذا كلام غير صحيح أن حسب الحديث المنقول بأن الله يغفر الجانبية أن ذنوب إلي الإشراك به قلت فيه بأن هذا التصرف ليس فيه مسامحة بل عدم اهتمام بما يجري للآخرين مع تفضيل مصالح إلهية الخاصة وأتبارها أمرا لا يختفر يعني أنه لا الله لا يسامح الآخرين لأنه يريد أن يسامحهم بل لأنه ليس متضررا مما يفعلون هو ما دام أنه السلطة وأنا قلت أنه الآن فرقت هؤلاء يعني مثلا المتدينين يسئل الله بدون أن يشعر بهذا الطريقة لأنه لا يعرف ما معنى المضمون الفئلي لإله هو يتصور الإله كائن يتعبده لأنه لا يستطيع تخيل وجود دولة في المعنى القديم وتخيل وجود سلطة أو يعني سلطة اعتبارية فهو يحل المشكلة للناس العادين في ذلك الزمان ويتصور وجود إله المشكلة بعد ذلك وقعوا في مشكلة التجسيم وأن هذا الإله هو أشبه بالبشر وهو فعلا أشبه بالبشر لأنه بحدي لا نحن لا نستطيع الحديث أو انتقاد رجل الدين لأنه أشبه بالإله بصراحة يعني سمعتم يومنا أيام أنه أحد تحدث ضد رجل الدين خاصة يعني لا أخصد رجال الدين منافسين لا لا يستحيل أن تجد أحد يتحدث يعني أحيانا حتى المسبب بالحق الاسم الإلهي ويختفر لها لكن هذا يعني يسحلو بالشارع على كل حال هي الفكرة التي أريد أقولها وهي أن التصور المتدينين للإله الذي يعبدونه هو تصور فيه خطأ كبير ويسيئون له بدون أن نشعر لكن فائدة هذا الكلام كل ما هي فائدة بأنه نحن نفهم بأن المسألة هي مسألة اهتمام قدسية للدولة والسلطة الإلهية أو غير الإلهية لا أكثر ولا أقل وبالتالي نحن نستطيع أن نعالج المشكلة بأسلوب أكثر وضوحا وأكثر انفتاحا وأكثر مرونة ونقول بأن الدولة والسلطة الكبيرة لا تسمح بأن يتم التعرض لها لأن التعرض لها يعتبر يعني انتهاك للقانون الذي يجب أن يلتزم به جميع وهذا الانتهاك له عقوبات والمشكلة الأخرى بأنه في الزمن القديم هذه الصيغة الإسلامية أو الصيغة الدينية التي لا تشمل الإسلام فقط تشمل معظم الأديان التوحيدية في ذلك الزمن أو جميع الأديان التوحيدية لأنها لم تكن هناك طريقة لوضع منظومة أو نظام أخلاقي أو فلسفة أخلاق خاصة وتضمن فلسفة خاصة في العقاب فنجد عندنا العقاب وضمن الكلام بالتعليقات بالتعليق نفسه أنه الطفل لماذا نعاقب الطفل ونجعله يخاف الليل والنهار لأنه ما عندنا فكرة يعني دائما العقاب الإله تجد عقاب لا نهائي وشرس جدا وعنيف جدا ومخيف وأبدي بحيث يبدو العقاب لا معنى له هناك حلقة موجودة للقبانشي عن هذا الموضوع أنصحكم تشوفوها تقريبا طويلة عدد هذه التفاصيل العقاب الإلهية الذي لا يهدف إصلاح الناس بينما الفلسفة الأخلاقية الفلسفة العقاب القانونية المعاصرة هي فلسفة قائمة على أساس الإصلاح وليس أنه تتشفى بمن ارتكب جرما أو ارتكب خطعا بحق السلطة الإلهية أو السلطة الرسمية أو السلطة العلمانية لا فرق هي الفكرة نفسها لكن الفكرة بالعصر حديث الناس تطورت وأصبح بالإمكان من بالإمكان إصلاح الآخرين بالإمكان من يخطئ أن يضعونها في مكان خاص أو يعاملونها بطريقة خاصة حتى يتم إعادة تهيلة وضم إلى حضيرة المجتمع هي حضيرة فعلا فالبالتالي لكن قديما كانت المشكلة كبيرة جدا لأنه لم يكن الناس يعيشون هذا الترف أو هذه الإمكانات السلطة كانت سلطة بسيطة مهما تسمع بها إمبراطوريات ضخمة لكنها بالحقيقة مجموعة عائلية تتحكم بكل شيء والآخرين يدفعون لهم الخراج والجزية أو الجباية أو مبالغ مقابل توفير الأمن للأفراد لا أكثر ولا أقل يعني ما كان هنا فمن يرتكب جرم يعني شيء عنيف جدا لأنه حتى ليس الهدف أنه التشفي فقط بالذي يرتكب الجرم إنما لإخافة الآخرين الآخرين عندما يشعرون بأن هذا تمت معاقبته هذه المعاقبة الشديدة ليس بالهدف هو يعني التشفي به فقط ربما فيها تشفي لكن الهدف هو إطارة الخوف داخل الآخرين وهذا إطارة الخوف داخل الآخرين وبين عطم وكبار وزغار وهذا ينشر نوع من الرعب الجماعي داخل الجماعة وبالتالي هذا يؤدي إلى يعني ليس بالعمر الحسن في كل حوال لكن ليس بالإمكان أفضل من هذا في ذلك الزمان وهذا ليس بالإمكان أفضل من ما كان لكن الآن بالإمكان وهذا ما يجاي في تهم المتدين وأعتبر أنه مجرد تحكي عن الدين كأنه ما ارتكب الجريمة كبرة اليوم أنا شخص بالمناسب أيضا علق لي لماذا لا تتحدث بصراحة وتقول أنه أنت تخاف أن تقول بأن الأديان هي الصناعة بشرية مو موضوع صناعة بشرية أو غير بشرية الموضوع سواء كانت بشرية أو إلهية أبلا ليس هذا المهم المهم هو أن نراقش هذا الموضوع الذي يهم الناس جميعا أنه هذا أديان أو سلطات أو عقائد أو آجيولوجيات لديها نظام خاص بها أو منظومة من الأفكار التي من خلالها الناس يجرون شؤونهم وينظمونها ويسيطرون عليها وضمنها نظام عقوبات ونظام واجبات طبعا الواجبات أو الحقوق غير موجود من النظام القديمة أو حتى الدينية لكن هذا النظام هو أنا أدرس وأحاول أفهمه سواء أتى من السماء العاشرة أو السابعة أو المليون أو خرج من رحم هذه الأرض وطينها وترابها ورمالها فما لي علاقاني المهم هذا الموجود هو حصيلة التي لدينا وعلينا أن ندرسها ونجد ما فيها من ثغارات ونعالجها والهدف هو صالح الجميع أما أن تأتي ونقل أنت كافر وأنت مشرك وأنت مؤمن تصديف الناس في هذه الطريقة هو الذي بسبب هذه الطريقة بالتفكير أنه أنت مشرك بالله دائما هذا التخوين هو بسبب هذه الطريقة العنيفة التي لا تخضع لمنظومة قانونية أو منظومة أخلاقية أو فلسفة أخلاقية دقيقة وواضحة أنها مظومة هشة وبسيطة وهذا كافر ذبحة وهذا كافر طردة هذا يعني هاي الطريقة الميارية إما أو إما أو هذه لم تعد تصلح في هذا الزمان ويعني شيئنا ما بينهم ممسألة يعني نقول هذا جيد أو غير لا لابد أن يتم ترتيب الأمور بطريقة جديدة والنظر إلى العالم والأشياء والحقائق ويعني مشاعر الناس وسلوكهم وتصرفاتهم بطريقة أكثر عقلانية وأكثر علمية هو سبب بسيط لأنه الإنسان تطور العلوم تطورت المعلومات أصبحت أكثر طرقنا للتعامل مع الأشياء صارت أكثر ومختلفة إمكاناتنا أكبر بمليون مرة من السابق فهذا هو بكل لابد أن نضعه في الاعتبار أما يجي المتدين مجرد يتابع الناس وقل أن الله لا يغفر حاول أن تفهم حاول أن تغير الصورة حاول أن تفهم ما هي الحقيقة الإلهية هذا يعني بحاجة لنضع حقيدة جديدة حقيدة دينية جديدة لفهم الحقيقة إلهية هي ليست مثلة تجسيم وتشبيه وهذا جماعة السلفية وجماعة بن تيمية وجماعة الإشعارية وجماعة المهاتريضية وجماعة له oper��� وهكذا هي ليست هكذا الأمور إذا نرجع للأصول الأساسية إذا كان بالمكان إنه الدين يكون مفيد لا بأس إذا ما دام هو بالغاية نهاية مصلحة الناس فإذا نضع عقيدة جديدة تحسب الموضوع بهذا الطريق هذه ليست متخصصا يعني بمجرد أدي فكرة إنه العقيدة إنه الصفات الإلهية الصفة الإلهية ليست صفات هي بالحقيقة هو الدولة نفس هو الله هو الدولة لهذا السبب دائما تحصل القرآن يقول الله طاعة الله ورسوله وأدأك من حلقة حول هذا الموضوع ممكن تطلعوا هنا شكرا جزيلا وأسفل طالع مع السلامة